إذن مشاهدين قبل أن نفتح ملفنا لنقاش نمر إلى هذا الخبر جراء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي المستقيل أشاد فيها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال الثقة العالية والانتجام السياسي والاقتصادي بينهما تعزيزا لمساري تعاون متجدر ومتين في مختلف المجالات